موسيقى أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات نقدم لمستوى الثاني باكالوريا آداب مسلكة الآداب والعلوم الإنسانية درسا ينتمي إلى المجزوءة الثالثة من المقرر الدراسي تحت عنوان أشكال نثرية حديثة في مكون التعبير والإنشاء عنوان الدرس مهارة كتابة إنشاء أدبي حول نص نثري إبداعي الكفاية المستهدفة امتلاك التصور المنهجي لتحليل نص قصصي أو مصرحي الهدف التعلمي التمكن من آليات كتابة إنشاء أدبي حول نص نثري إبداعي وفق خطوات منهجية مضبوطة وواضحة ونقصد بالنص النثري الإبداعي هنا القصة والمصرحية القصة هي نص نثري يتناول بالسرد حدثا وقع أو يمكن أن يقع أما المصرحية فهي فن من الفنون الأدبية يتكون من نص وعمل مشخص وقصدنا هنا أن نعرض بالحديث إلى النص لا إلى العرض المصرحي لأنه هو الأقرب إلى الأشكال النثرية الحديثة كما جاء في عنوان المجزوء وتتقاطع القصة والنص المصرحي في كثير من الخصائص الفنية ولذا فإن منهجية تحليلهما واحدة باعتبارهما فنين من الفنون النثرية الإبداعية قوامهما الحكي وسنشير إلى مواضع الاختلاف عندما يقتضي المقام ذلك صياغة المقدمة تعلمون أن كل نص إنشاء لا بد أن يتوفر في هيكلته العامة على مقدمة وعرض وخاتمة ولا بد للمتعلم أن يعرف ما هي العناصر التي ينبغي أن تتوفر في المقدمة وما هي العناصر التي ينبغي أن تتوفر في العرض وما هي العناصر التي ينبغي أن تتوفر في الخاتمة إذن نبدأ بالمقدمة والعناصر التي ينبغي أن تتوفر فيها أولاً ينبغي التعريف بفن القصة القصيرة أو المصرحية والإشارة إلى أهم خصائصهما ثم ذكر العوامل التي أفرزت ظهورهما في العالم العربي ثم ننتقل إلى ذكر الرواد انتهاءً بصاحب النص وبعد ذلك نشير إلى بعض العتبات النصية الخادمة لمضمون النص وباستثمار العتبات نصوغ فرضية أو فرضيات لقراءة النص ونختم المقدمة بطرح إشكالية مناسبة تؤطر التحليم العرض عندما نتحدث عن العرض فإن بغي أن تتوفر فيه كذلك مجموعة من العناصر سنجملها في الآتي أولاً تلخيص المتن الحكائي وعند تلخيص المتن الحكائي لا يجب أن نقوم ببطر أجزاء من النص والاحتفاظ بصياغة صاحب النص الأصلية بل يجب أن نقرأ النص قراءة واعية أقصد النص القصصي أو المسرحي ونفهمه جيداً ثم بعد ذلك نعيد صياغته بأسلوبنا الشخصي وبالتركيز على أهم الأحداث الواردة فيه بعد تلخيص المتن الحكائي ننتقل إلى تنظيم الأحداث وفق خطاطة سردية مع الإشارة إلى علاقة الاستهلال بالنهاية ثم نورد الشخصيات وسماتها فنستخرج المؤشرات الدالة على الأبعاد الفيسيولوجية والنفسية والاجتماعية مع تحديد رمزية الشخصية الرئيسية داخل النص القصصي أو المسرحي ثم نحدد وظائف العوامل وعلاقاتها وفق النموذج العاملي ونمر بعد ذلك إلى المكان ودلالته يقوم المتعلم بجرد الأماكن وتحديد دلالتها أو دلالاتها إن توفرت ومن بين دلالات المكان الإيهام بواقعية الأحداث ثم الأماكن في النص القصصي أو المسرحي توحي بشكل رمزي بفكرة معينة لا بد أن نحددها عندما نكون بصدد تحليل النص القصصي أو المسرحي ثم من دلالات المكان أنه يميز بين الشخصيات فيميز مستواها الاجتماعي وحالتها النفسية وما إلى ذلك بعد ذلك نتحدث عن الزمان ودلالته والزمان أنواع فهو إما أن يكون زمناً طبيعياً تسير فيه الأحداث بشكل خطي تتابعي أو هو زمن سردي محرف قائم على الاسترجاع أو الاستباق أو الحذف أو هو زمن نفسي يعكس لحظة اللذة أو الألم عند الشخصية أو هو زمن نحوي مرتبط بالأفعال وتصريفاتها وهذا النوع الأخير لا بد أن يوجد داخل النص القصص ضرورة من دلالات الزمان المساهمة في انتظام أحداث القصة أو المسرحية وفق إيقاع تتابعي وخلق التشويق لدى المتلقي وبعد ذلك ننتقل إلى البناء الحكائي داخل النص المسرحي أو القصصي ويقصد بالبناء الحكائي الشكل اللغوي التعبيري الذي تؤدى به القصة أو النص المسرحي وهو إما سرد أو وصف أو حوار وإذا كانت المسرحية جنساً أدبياً حكائياً يقوم على الحوار أي أنها حوار خالص فإننا نجد الأنماط الثلاثة جميعها في القصة ونحكم على القصة بكونها نصاً سردياً أو وصفياً أو حوارياً بحسب ما غلب عليها وهنا ينبغي أن نشير إلى أن القصة إن وصفت بكونها نصاً سردياً فهذا لا ينفي أنها تتضمن شيئاً من الوصف أو الحوار والأمر نفسه إن قلنا إنها نص وصفي فهذا لا ينفي أنها تتوفر على شيء من السردي أو الحوار وإنما يوصف النص كما أسلفنا بحسب ما غلب عليه سننتقل الآن إلى تفصيل الحديث عن أنماط البناء الحكائي ونبدأ بالسرد يقصد بالسرد بناء الأحداث وروايتها وفق بنية سردية تتحدد في ثلاث بنية سردية خطية تعاقبية بنية سردية دائرية أي أن الأحداث فيها تنتهي من حيث بدأت ثم بنية سردية تكسيرية تسمح بتداخل الأزمة وللسرد تقنيات منها الاسترجاع ونعني به أن السارد يكون في لحظة الحاضر ثم يعود عن طريق الاستذكار بالأحداث إلى الماضي الاستشراف ونقصد به عندما يكون السارد في لحظة الحاضر ويستبق الأحداث ليتحدث عن المستقبل ثم الحذف ونقصد به القفزة على أحداث غير ذات أهمية في مصاري الحكي من أجل التسريع من وتيرة السرد ومن خلال علاقة السارد بالشخصية تتحدد ثلاث رؤى سردية هي الرؤية من خلف والرؤية من خارج والرؤية المصاحبة وقد يكون السارد متوارياً خلف ضمير الغائب أو منكشفاً مشاركاً في الأحداث باعتماد ضمير المتكلم أو المخاطب النمط الثاني من أنماط البناء الحكائي وعندما نريد أن نقحم الوصف في ثنايا التحليل لا بد أن نشير إلى بعض الأمثلة من الوصف داخل النص وأن نحدد وظيفته أو وظائفه ومن وظائف الوصف داخل القصة أو المسرحية التعريف بالشخصيات والأمكنة إنارة الأحداث وخلق التشويق والترقب لدى القارئ التبطيء من وطيرة السرد ثم أخيراً الوظيفة الجمالية النمط الثالث من أنماط البناء الحكائي هو الحوار وهو الكلام الذي يجري مباشرة على لسان الشخصية دون وساطة من السارد وطبيعته تقتضي وجود طرفين والحوار نوعان خارجي مباشر وداخلي بين الشخصية وذاتها وهو ما يطلق عليه المونولوج ويؤدي الحوار وظائف الكشف عن مواقف الشخصيات مباشرة دون وساطة السارد والكشف عن مستويات الصراع التي تمثلها وإذا تعلق الأمر بنص مصرحي فلابد أن نشير ونحن نحلله إلى الصراع الدرامي ونقصد به تدافع رؤى الشخصيات الذي يتجسد من خلال الحوار ويظهر الصراع الدرامي في النص المصرحي في ثلاثة مستويات الصراع الاجتماعي والصراع الفكري والصراع النفسي وينبغي للمتعلم وهو يحلل أن يشير إلى بعض الأمثلة من داخل النص التي تدل على الصراع الاجتماعي والصراع الفكري والصراع النفسي أفعال الكلام إذن هدي عناصر ينبغي أن تتوفر في تحليل المترشح نقصد بأفعال الكلام ما تضمن دلالتين دلالة مباشرة تفهم من معاني الألفاظ وتسمى القوة الإنجازية الحرفية دلالة يضفيها المقام التخاطبي على الكلام وتسمى القوة الإنجازية المستلزمة من أمثلة ذلك أن نقول مثلا سطر فيدل السياق على أنه خبر يراد به التهديد أو أن نقول مثلا أتعق في الاستفهام أتعق والديك وقد ربياك صغيرا فهو استفهام يراد به التوبيخ وكأن نقول في النهي لا تعتذر خنت ثقتي فيك فهو نهي لا تراد به الدلالة المباشرة وإنما هو نهي يراد به التيئيس ثم في الأمر كأن نقول مثلا اصبر وتعلق بالأمل فهو أمر يراد به النصح والإرشاد ويتحقق الفعل الكلامي من خلال ثلاثة مستويات فعل القول والفعل المتضمن في القول والفعل الناتج عن القول وتحضر هذه المستويات جميعها في الوقت ذاته وهو ما يجعل الفعل الكلامي كاملا وقبل أن ننتقل إلى صياغة الخاتمة لا بد أن نشير عزيز التلميذ عزيزة التلميذة إلى أن التعامل مع النص القصصي أو المصرحي في التحليل لا يقتضي بالضرورة أن يمر المتعلم على كل هذه المراحل في التحليل وإنما يطلب منه بعض منها حتى يتم تكييفها مع المدة الزمنية الملائمة للاختبار بعد أن نشير إلى أفعال الكلام نقوم بالانتقال إلى صياغة الخاتمة ولا بد أن تتوفر الخاتمة من الناحية المنهجية كذلك على عناصر نذكرها كالآتي أولاً لا بد أن نصوغ في فقرة مركزة خلاصة تركيبية تظهر مدى تمثيل النص القصصي أو المصرحي للخصائص الفنية لهذين النوعين ثانياً أن نستثمر نتائج التحليل لبيان رهان القصة أو المصرحية وأن نفتح الموضوع على إشكاليته العامة ثم ثالثاً وأخيراً لا بد أن يصدر المتعلم حكمه الشخصية حول فنية القصة أو المصرحية وحتى نطبق ما أشرنا إليه سابقاً سنكون في الحصة المقبلة إن شاء الله على موعد مع تطبيق لمجمل ما ورد في منهجية تحليل النص القصصي أو المصرحي وسنأخذ مثالاً على ذلك قصة المدينة لخناف بن نونة المقررة في كتاب التلميذ الممتاز في اللغة العربية وإلى ذلك الحين دمتم سالمين وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله